وذلك لأن دخول الجنة أو النار إنما يعتمد على التوبة فحتى ولو كانت ذنوبه بعدد متاقيل ذرات هذا الكون العظيم ومن ثم تاب إلى الله متابا مكلصا له الدين قبل أن يرى الموت غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأدخله جنته فإن جاءه الموت وهو من التوابين دخل الجنة وإن جاءه الموت وهو من الخطائين دخل النار وجعل الله ما سبق من عمله هباء منثورا لو كان من الصالحين من قبل ذلك ثم أدركه الموت وهو محاط بخطيئته فقد ارتد عن دوبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان دخول الجنة أو النار إنما يعتمد على التوبة حتى ولو كان ذنوبه بعدد مثاقيل ذرات هذا الكون العظيم كتب الإمام البيان بتاريخ الرابع عشر من الشهر الواحد ألف واربعمائة وواحد وثلاثون هجرية الموافق ثلاثون من الشهر الثاني عشر الفان وتسعة ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخي في دين الله بارك الله فيك فقد ألقيت إلى الإمام المهدي بسؤال ومن ثم أجبت على نفسك بالحق الذي لا شك ولا ريب فيه لأنك أتيت بالإجابة من محكم كتاب الله في قول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وتضيق لقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وذلك لأن دخول الجنة أو النار إنما يعتمد على التوبة فحتى ولو كانت لنوبه بعدد مثاقي الضرات هذا الكون العظيم ومن ثم تاب إلى الله متابا مخلصا له الدين قبل أن يرى الموت غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأدخله جنته فإن جاءه الموت وهو من التوابين دخل الجنة وإن جاء الموت وهو من الخطائين دخل النار وجعل الله ما سبق من عمله هباء منثورا لو كان من الصالحين من قبل ذلك ثم أدركه الموت وهو محاط بخطيئته فقد ارتد عن توبته حتى لو كان يعبد الله ألف عام وارتد عن توبته إلى الخطائين فلا قبول لعبادة ألف عام ما دام قد أحاطت به الخطيئة فأدركه الموت وهو من الخاطئين وليس من التوابين وإن عصى الله ألف عام وتاب إلى ربه قبل أن يرى الموت حتى ولو بيوم واحد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأدخله جنته تصديقا لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب أليما صدق الله العظيم قل بيان الحق لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب صدق الله العظيم فلا يقصد الجهالة أنه لا يعلم أنه ذنب بل كان أعمى البصيرة ومن كان أعمى البصيرة فهو من الجاهلين وأما البيان لقول الله تعالى ثم يتوبون من قريب أي قبل أن يرى ملائكة الموت الذين يضربون وجوههم وأدبارهم ليخرجوا أرواحهم فحين تأتي الملائكة الذين كانوا عن يمينه وشماله فيكون واحد بين يديه والآخر من خلفه فيضربون وجوههم وأدبارهم فيقولون أخرجوا أنفسكم فيقول إني تبت الآن فلن يقبل الله توبته لأنه قد جاءه الموت وهو ليس من التوابين وأحاطت به خطيئته تصديقا لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السؤى بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وليس أن العذاب أنه يدخل النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها بل الحكم لمن دخل النار بالخلود تصديقا لقول الله تعالى والذين لا يدعون خفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة